جزاء الإحسان ها أنا الكلمة دي ساري بها زمان كله بدور نقطة الإحسان دي عشان بلكلم فوقها ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بإنسان شبه الشيخنا دلل أصم إبراهيم صالح لحسين دا الإنسان دا الله أكرم لنا أكرمنا بياه كنسعلنا نفسنا أنينا ولا عمهاتنا ولا أبهاتنا شنوكي هان الشر بيوم نسقال زر جان من إبراهيم صالح لحسين دا فيوة شنوكي سولينا مكنوس هان جازي بالحسن كيف هل سألنا سؤالنا دا الله بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ودائما كد انت تابع كلامة خطبة هم جد الأمة تجتمع الأمة تبقى واحدة الأمة تتفق على لا إله إلا الله محمد الرسول الله بعيداً عن الأهواء ميكيه هدى الوحيد البدورة مننا قدرنا سويا نوا أنينا مجتمع بمسلمجتمع النبي عليه الصلاة والسلام ميقل أسسوا زاوية لإبايات ولا زاوية لمقامات ولا لزاوية دا شتى ما أسسوا لا ولا زا أسسوا لي سينا فلان ولا ولد الشيخ الفلاني ولا أكاذف علاني نو ما خصصوا له دا شتى خصصوها دا يكون مسل تطبيق لقول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسسوها عشان لن نادم بدور الله وبدور اليوم الآخر ها الله واليوم الآخر دا والله ما بنلقاه إلا بش قلاله بنادينا ليا عشان دا نحاول نحسن ليا نحسن ليا بشنو بوحدتنا وهدي الصفنا نحاول ليا باتفاقنا بيننا نحاول ليا بش قلال ببنا الله قال والرسول قال الله يآجر أخياننا السل بخدم ويسلوا من خطب هنا الشيخنا في خطبه الشيخنا خطبها في المسجد دا وفي منبر المسجد دا يوم من الأيام أنا حاضر القصة في أخت من الإخوان أخ من الأخوات جاي يماشي من الباب الوران دا جاي المسجد يوم الجمعة بمرن والرجال قايدين كتيرين رسلت للرجال قال لم يا أخبات الله من فضلكوا أنين يوم الجمعة يوم واحد تلبس دخلونا نجي المسجد بيكانكو دا الحوّلوا مننا أقودوا في بيكان آخر كلام دا نظيف ولا ما نظيف الناس الكلام دا بيقاليهم قاسي خلاص روّجوا الكلام دا ويبيقفتني دوالا قالوا فلانا كذا قدرن لشقنا وفتناد وواه 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 يدسوا ويسلوا على الشقل دا حصل يوم الجمعة الجمعة الجاية يوم الشيخنا جا سوى خطبتا هالسهيل المتداولة في بناء الأشياء الببنى الأمة والبحدى من الأمة الشيخنا الكلم فوقها قال أي مجتمع إسلامي كامل دا بنبني ألا شنو أولا ألا المحبة ألا الصدق ألا النصيحة أولا الشيخنا قال ببنى على النصيحة وألا المحبة والأخوة المجتمع الإسلامي دا كان منبني في المحبة في النصيحة النصيحة هي بشنو النصيحة دي كون أنت مشجيت وليجيت أخ من الإخوان نصحك قال لك يا فلان الشيقول دا ما كالكل الشيقول دا كذا كذا بغض النظر أنه قال لك ما كالكل دا فلان ولا علان أنينا في مجتمع اليوم كان اليوم بس سينا فلان ولا أخونا الفلان قال كلام دا كلام دا ما لا فلان قال دا ما مقبول خلاص ما لا أشان نفسنا ما بتدوره لكن النصيحة ما كي النصيحة دي كل إنسان قدم لك قال لك الله قال والرسول قال دا أقبل منا يعطي سيس الكلام دي كلمة الشيخنا الأولانية ثم قال المحبة والأخوة المحبة والأخوة ما ببناها إلا الأشياء اللي الشيخنا ذكرها توقع لنا الكلمة دي والله اللي الشيخنا ذكرها نعم دي لنا هنا اللي قيتها الحمد لله اللي الشيخنا ذكرها قال الإخواء على الإحسان قال أما الببن الإخاد شنو إلا إذا كان ما في حسد وما في بغضاء الأخوة ماتين بني أبدا إلا كان الحسد بقى ما في البغضاء وما في الحسد هو ما شنو الحسد مثلا ربنا سبحانه وتعالى أكرمه دعا طاشقل أكرم دعا طاشقل أكرم دعا طاشقل إنت تشيب آآ فلان دا ما مستهق بلقى الشقل اللي قدا ولا لازم تقول الشقل اللي قدا واجب أن هادي ألقى دبس الحسد ولا كانت دور النادم دا انتفي إبقى من الدنيا ما في من الأمراض المكونوسة النبي بقول حسنات الإنسان بنأكل شبكا دستية القش في النار النار تأكل كذا كذلك الحسد بيأكل الحسنات الشيخ نبي يقول المجتمع الصهيك دا ما بنبني إلا كان الحسد مشا من بقى منا ما في إذن سعادت أي إنسان ولا مقام أي إنسان ولا تفضيل أي إنسان الله آطال أي واحد دا انت أسأل ليا الله تبارك وتعالى يسائد ويوفق وانت كولا كان الله يعطيك هناك ما عندكم ينفد وما عند الله باقى خير الله دا قائد كان شاء الله سوى شيء من الدنيا دي قائده بيأطو قارون بيأطو الناس المال قالوا مال هانا الله تمه كان اليوم اجتهد انت كيكن اجتهد كيف قولا ما بقدر بقول لك بيجيت قارون ولا بيجيت نغوته أما انت كولا الله بيجيبك بصفتك انت الخاصة ميك يا خصة مثال زمننا اليوم دا نادم بيقول دولي أنا ببقى الإمام مالك ولا ببقى الشيخ إبراهيم صالح ولا ببقى فلام بيقول ليوا لكن الله بيقدر بيجعلك انت شباهم ولا كم بيقدر بيجعلك فايتنهم كولا دا إن الله بدوره بيسويه إذن واجب كن ندور نبنى مجتمع ونجاز الشيخ بالإحسان دا شاقل سم حسد دا نخلي نص سم البغداء البغداء دي تشيب نادم كبس تقوله دا ما بدوره خلاص انت من معبتة دا تبار تتابع الناس أول واحد أول وآخر تلاقى الناس فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا فلان كذا تحاول تتلف صم تدسبقات تا في قلوب الناس ودي ماسما خاص ماسما هي المؤمن ما له قلنا ما كويس دا أشان الكلام الانت تقول دا ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بتقول جهس ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون أشتغلت تقول في الناس دا ولا تقول في فلان دا أريد الملائكة كتبوا هناك انت دا كان الناس صدعوك لإن الله شك يوم القيامة وقد تشتغل للملائكة ما بخلوا صحفهم أشان هناك انت دا عشان دا البغضادي تشتت مادري ما بتبنى مجتمع وتانية في البغضادي بقول لك شك الله والله والله بابدا من نفسي أنا أبدا صالح البالكلم ليكو دا وغيري كان أي نادم بقري مهاجري تالى مستوى المعلمين البدرس بقره كان كل نادم جمع ناس وما اند شقل إلا بأير فلان ولا بنقص فلان دا ولكن بله اللي قلان والله ما عالم كان عالم كلكم ماخدا بعلم دا عشان الإلم دا ما دا بالعلماء العلماء من طبيعيتهم كان شبناهم تالب دا تي مش تلقى في بيتا تقول لي فلان تال تين صحا أما آلم فك كتابك تقول الله قال الآية فالسرا في مسلم اندنا في المجتمع مجتمعنا الصغيرة فينا الصم وناس شبهون بسام ابن نح كله سام ابن نح كفر بالله تبارك وتعالى تلقى ليك نادم والإنسان تخط فوق الصفة دي هل بيجوس؟ إذن ما أحسننا للشيخنا كان ألينا سويا نهو دا دخلنا في بغضاء ومجتمع الإسلام الشيخ بدور بيمن دا منبنا بنوا عشان لا إله إلا الله محمد رسول الله بنوا عشان أخلاق النبي نتمثل با قدر المستطاة توقل فاتقوا الله مستطاة ما قلنا الناس تتبقوا أبو بكر وعمر وإثمان وعلي لكن نهاوي القدر الإمكان الصفات المان نظيفة ديال دا نكسها ترجمة نانسي قنقر